موسيقى اليوم احنا موجودين في السنغال عبر المساعدات الاماراتية من خلال جمعية الشارقة الخيرية واليوم تواجدنا والله الان في المستشفى العام بدكار لعمليات القلوب الصقيرة وهذه العمليات القلوب الصقيرة عبارة عن نتاج برنامج الريح المرسلة في شهر رمضان من المحسنين في دولة الامارات ونحن في السنغال تواجدنا تواجد قديم من خلال جمعية الشيخ مختار بالتعاون معه نحن نعمل دائما بالتعاون كذلك مع سفارة الامارات اللي نحن موجودين من خلالها في السنغال نقدم المساعدات لكثير من المحتاجين وعدنا أكثر من 1200 مشروع حول السنغال الحمد لله منها في مجال الطبي وفي مجال التعليم مجال السكن والمساجد وعبار المياه الحمد لله مشاريعنا جدا متنوعة وجدا منتشرة من خلال السنغال نشكر جهود إدارة المستشفى على إتاحة الفرصة لنا بتواجد من خلال عمل العمليات للأطفال وإن شاء الله نحن مستمرين في هذا العمل وعلى إيجاد الدعم لمثل هذه الحالات ونحن كذلك عندنا حالات كثيرة قطينا في مجال العيون ومجال الطب العام وكثير من الحالات نشكر لكم دعمكم لنا ونتمنى لكم التوفيق دكتور أحمد الكمالي طبيب قلب أطفال رئيس حملة القلوب الصغيرة في جمعة الشارقة الخيرية طبعا هذه الحملة لأول مرة في السنغال في مدينة دكار في مركز القلب الحمد لله أنهينا تقريبا أكثر من عشرين حالة خلال فتاة أربعة أيام عالجنا فيها أطفال محتاجين أطفال عندهم مشاكل في القلب ويحتاجون تدخل سريع الأمور كانت والله الحمد ممتازة الترتيبات كانت جيدة الفريق المحلي رتب الحالات ونسق مع الفريق الزائر المواد الطبية كانت متوفرة دخول المرضى وخروج المرضى والفحوصات بشكل عام كانت متكاملة طبعا هذه أول زيارة ونأمل أن تكون في زيارات أخرى قادمة للفريق فريق القلب الصغيرة مع السنغال الهدف أيضا علاج الأطفال وتبادل الخبرات الخبرات بين الطباء الزائرين والطباء المحلي مهم جدا اكتساب المعرفة اكتساب الخبرة علاج الأطفال محاولة تأسيس فريق محلي إذا أمكن له بعض الخبرة في المجال هذا طبعا نشكر المستضيفين نشكر المستشفى نشكر طبعا بداية السفارة وجمعية الشارق الخيرية على التنسيق مع الجهات المحلية وإن شاء الله مثل ما ذكرت نأمل أن تستمر هذه الحملات مرات أخرى إن شاء الله شكرا لكم جميعا